اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة القادمة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة بدل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة وبما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل وذكر المتحدث الرسمي أن المهندس محمد يحيى زكي عرض مخطط تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية بالهيئة واتصالاً بجهود التنمية في محور قناة السويس والمناطق المختلفة التابعة للمحور وجه السيد الرئيس ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسمياً خلال شهر نوفمبر الجاري التي ستسهم في تسهيل حركة التجارة وتداول البضائع كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عددام الرؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية بحضور كل من سيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السيد الرئيس رحب بالحضور مؤكداً سيادته الأهمية التي توليها مصر لإنجاح أعمال المؤتمر الدوري الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية والمنعقد حالياً في القاهرة برئاسة مصر من جانبهم أعرب رؤساء الوفود عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس والتقدير لتسلم مصر رئاسة الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان كما شدد السيد الرئيس على دعم مصر لمفهوم حقوق الإنسان الشامل الذي يتضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها مع عدم اغتزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها مؤكداً سيادته في هذا الصدد أهمية الحرص على تعزيز جهود التكامل والاندماج القري بما يتجاوب مع الآمال والطموحات التنموية الاقتصادية لشعوب القارة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة